السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في كناة مساء الاخبار معكم مازن المصري تحياتي لكل المتابعين والمشتركين وحشتوني جدا والله ومبسوط جدا ان انا معاكم النهاردة وفي كلام كتير في هذا الفيديو عن كل الدول العربية وعن امريكا وبعض دول اوروبا فيديو مهم جدا تابع معنا للاخر فضلا وليس امرا مش عايزين نتعب الناس ولكن اول ما تدخل دوس لايك للفيديو فضلا وليس امرا والناس اللي لسه مشتركتش دوس اشتراك من الزرار الاحمر اسفل الفيديو لايك وشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس لو حابب تدعم قناة مساء الاخبار زي ما قلت كده هنبدأ من دولة مصر او جمهورية مصر العربية والكويت مع بعض لان الخبر مشترك بيقول بعد قرار الاستغناء عن العمالة الوافدة ما مصير مليون وتمنمائة مصري في الكويت طبعا احنا عارفين واتحاة الاهل الكويت وكل اهل وبلد مصر احنا عارفين ان في ناس كتير جدا او مصريين كتير جدا في الكويت ودول اخرى ولكن هنشوف الموضوع النهاردة لان فيه كرارات جديدة قال مجد البدوي ده نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان قرار الكويت بانهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية والامر ليس مفاجأ لانه كان هناك مؤشرات على هذا القرار وده نأل حضراتكم من حوالي ست شهور لسنة فاتت وكان فيه كلام عن الموضوع ده واضاف كمان خلال مكالمة هاتفية في احد البرامج ان حجم العمالة المصرية في الكويت وصل يعني حوالي 2 مليون شخص واجر العمل على بحث افضل الطرق للحفاظ على حقوقهم قبل العودة الى مصر وقال نائب رئيس الاتحاد ان الوزارة الكوى العاملة تحصر الان الاعداد بتاعة كل المصريين في انحاء العالم طبعا دولة الكويت لها مطلق الحرية ولكن هو قرار انا شايف انه هو ممكن ما يكونش في الصالح العام العربي ولكن كل دولة طبعا لها الحق في استعمال كل القوانين مدامة مشروع طبعا بنوجه برضو التحية الاهل الكويت وان شاء الله الناس اللي تعود المصريين من الكويت يكون لهم مكان في مصر في العمل او في احدى الدول الاخرى يعني تكملة للموضوعات المصرية بيقولوا ان هيبقى فيه زيادة في الدولار هيوصل ل21 جنيه طبعا من اللي بيقولوا والكلام ده منين ده من قناة العربية وزي ما انت شايفين كده ده الخبر الخبير اقتصادي يعني مش حد عادي بيقول هو محضر كمان في الجامعة الامريكية اسمو هاني جنينا بيقول ان الدول الامريكي سيوصل ارتفاع امام الجنيه المصر خلال فترة المجبلة وذكر كمان على القناة العربية انها نقترب من الفترة ممثلة لما حدث في 3 نوفمبر 2016 ده ما تم تحرير سعر السرف ورفع اسعار الفائدة بواقع 3 في المية وكانت هذه الكرارات فيه اجتماع استثنائي للمركز او للمركز المصري وتوقع ان يرتفع الدولار الى حاجز 20 الواحد وعشرين كمان قريبا جدا خلال فترة الشهر او الشهر المجبلة الشهر والنصف المجبل يعني انا قلت الكلام ده في فيديو قبل كده ولكن انا لا اتمنى ان شاء الله ان يكون هذا الموضوع صحيح لان احنا بنسمع من فترة ان الدولار هيعادل 20 و 21 جنيه ده الكلام ده من سنين وده خلال كمان الفترات اللي جاي ربنا ان شاء الله يسطر لان الدول كلها مش مصر العالم كله بيتأذى يعني للي بيحصل في العالم يعني كل الدول المتأثرة وكل الدول فيها اللي مكفيها اذا كان من حرائق او من اسعار او من غلاء ده حتى بريطانيا يعني والعياذ بالله على قال الدول العربية ماسكى نفسها شوية بريطانيا فيها انهيار وهي وغيرها وغيرها هنشوف برضو مع بعض الجولة حول العالم فيه كمان سيول وفيضانات في السودان تحصد ارواح تمانين شخص الموضوع ده لسه النهاردة عشان ما حدش يحسب ان هو قديم وست ولايات تعلن حالة الطوارئ اعلن المركز القومي للدفاع المدني في السودان الاحد ان عدد الوفيات جراء سيول وصل والفيضانات وصل لتمانين شخص وعدد الاصابات واحد وثلاثين شخص وكشفت الحصيات الرسمية عن عدد المنازل الدمرت بشكل كامل وصل الى سبعتاشر الف وتمانين منزل وثلاثة وعشرين الف وثمنمائة وخمسين منزلا تعرض للتدمير جزئي فضلا عن تدمير عدد كبير من المرافق جوات لذلك في اعلانة الحكومة السودانية حالة الطوارئ نتيجة السيول في ست ولايات يعني زي ما انت شايفين كده بيحصل حاجات غريبة والتنوع وهقول يعني الاضطراب المناخي دول تانية علشان بس احنا متابعين هذا الموضوع ما عرفش انتو كمان متابعين ولا لا دول فيها جفاف كانت متعودة على الامطار وعلى الجو السقعة وعلى ان طول الوقت الدنيا وردي ودول تانية فيها سيول وامطار وفيضانات وحاجات غريبة وحاجات والعياذ بالله انا مش بتكلم بس على الخبر ده عشان محدش يقول لي لا ده السودان متعودة على كده لا ده البلد الفلانية متعودة على كده لا انا بتكلم بواجه عام على اللي بيحصل في الكرة الارضية فيه اضطراب مناخي وده تكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان فيه حالات من الطوارئ بتحصل في العالم كله علشان فيه تغيير او تغير مناخي بصورة كبيرة جدا وربنا يسطر ان شاء الله من ضمن الاشياء اللي احنا بنشوفها غريبة بركان نيفادو يواصل نشاطه بكلومبيا مع ظهور عمود راماض ارتفاعه 3200 متر زي ما انتوا شايفين كده ده بركان اسمه نيفادو وده موجود حقيقي يعني احنا الموضوع برضو جديد ده من 10 ساعات لو ما انتش شايفين كده من على موقع اليوم السابقات دي من 10 ساعات يعني مش موضوع قديم يواصل هذا البركان تسجيل نشاطه في الساعات القليلة الماضية حسب ما اكدت الخدمة الجيولوجية الكولومبية من خلال مرصد بركان وزلازل وعشارة الخدمة الجيولوجية الكولومبية ان ظهور عمود راماض عالي وصل لارتفاع 3200 متر فوق مستوى فوقات البركان وده رقم كبير جدا وقع بركان نيفادو اسمه ديل رويز شمال سلسل الجبال الانديز وتتكون فوقات البركان من عدة طبقات ملحمة من البركانية المتناوبة في تصلب الراماض البركانية والسخور طبعا زي ما بقول ممكن يكون مفيش حد بيسمعنا من كلومبيا ولا بيشوفنا انا متأكد من ده كويس جدا ولكن احنا بنجيب هذي الموضوعات عشان حضرتك او حضرتك تبعوا عارفين اللي بيحصل من زواهر طبيعية في العالم كله ناسة تقول لي تما ده بيحصل من زمن الزمن بركين بتحصل انا عارف ولكن الجدير بالذكر ان هذي الايام بيحصل اشياء غريبة جدا وكلها مع بعضها بركين مع زلازل مع جفاف مع امطار مع سيول مع يعني صواعق والعياذ بالله كهربائية وحرائق وحاجات غريبة كده لسه كنت بكلم حضرتكم عن الامطار ادي الامطار يعني غرأت النمسا ورجال الانقاذ يطهرون الطرق والكرة المتضررة وشهدت النمسا فيضنات شديدة وده برضو من ساعة واحدة خلال عطلة نهاية الاسبوع وابلغ خبراء الارصاد من كمية كاسية من الامطار في المنطقة الغربية خلال 24 ساعة الماضية حيث الاماكن الاكثر تضررا تشمل منطقة فور البرج الجبلية وفقا لموقع اسمه يورو نيوز وفي وادي الراين هي احدى المجتمعات المحلية ودي من اشهر الاماكن تم اجراء اكثر من 1500 مكالمة لازالة الفيادانات او الانهارات الطينية في المنطقة لحسن الحظ لم يتم الابلاغ عن وقوع الاصابات او اصابات في فور البورج دي وتم اغلاق جزء مهم يعني تم اغلاق هذه المنطقة في طرق وادي الراين السريع ربنا يستر علشان بس زي ما بقول في بلاد بيحصل فيها اشياء غريبة في هذا الموضوع كلامنا عن تلت محافظات يمنية تتعرض لصواعق رعدية والنتيجة مصرع 8 اشخاص واصابة 13 اخرين وده برضو من 16 ساعة فاتت من موقع جريدة الوطن علشان بس زي ما كنت بقول ادي السواعق اصفرت عن مصرع 8 اشخاص واصابة 13 اخرين والمصدر في السلطة المحلية محافظة حجة شمال غرب البلاد لوكالة انباء سبوتنيك الروسية ان صواعق رعدية ضربت مدرية اسمها كفل شمر طبعا قلوبنا مع كل اهل اليمن واللي بيحصل من حروب ومن ضرب وكمان من ادي صواعق رعدية ويشهد اليمن امطار غزيرة رعدية سيولان جارفة ادت الى وفاة 77 شخص على الاقل بينهم اطفال والعياذ بالله في عدة محافظات يمنية منذ منتصف يوليو الماضي يعني اديكوا شايفين حاجات غريبة والله انا بقول الحاجات دي وانا بكون في قمة الاسى والاسف ده حاجة من الحاجات برضو اللي بنشوفها في العالم في اوروبا عن اسبانيا بالتحديد واسبانيا بتتعرض لكمية لكن الجديد ان اصابة عشر اشخاص خلال محاولتهم الهروب من كطار يمر وسط حرائق باسبانيا يعني الاطر بيعدي بس في منطقة كلها حريق فتم اصابة عشر اشخاص في منطقة اسمها فالينسيا بعد محاولة هروبهم من كطار مر حريق بغباد فالينسيا محاولة يتجنب النيران حسب ما قالت وكالة اسمها الاسبانية يعني لو في حد عربي بيسمعنا من اسبانيا واعتقد ان في عدد لا بأس بها ريت تطمنون عنهم لان اسبانيا في الفترة اللي فاتت قد الاحصاءات 222 شخص في منطقة فالينسيا وغيرها وغيرها وارقام تانية كبيرة جدا وحريق بكمية او بطريقة شاسعة وكبيرة جدا ربنا يستر على العرب اللي موجودين هناك وعلى كل الناس والبلاد عن انتشال ثلاث جسس من اسفر ركام كطار الامام علي في قربلاء ونوجه تحية لكل اهل العراق ارتفعت عدد الجسس التي انتشلت من تحت ركام كطار الامام علي في قربلاء الى ثلاثة اشخاص بعد انتشال واحدة صباح اليوم وفك ما ذكرته موقع قناة العربية الاخبارية في نبأ عاجل قبل قليل انهيارات ترابية والدفاع المدني واصل عمليات الانقاذ بشكركم جدا كان معاكم اخوكم مازن المصري من قناة مساء الاخبار يا ريت تتعمونا بلايك للفيديو واشتراك في الكنان فعل جرس تنبيهات علشان يوصلكم مننا اشعار بكل جديد وبشكر كل المتابعين اللي بيكتبونا في التعليقات يا ريت اكبر عدد من التعليقات تشجعنا ان احنا ننشر المزيد ولو وصلت الهزم من الجزء واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته